بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر ميكانيكا الموائع 2، الدرس الرابع Dragon Left، المحاضرة الثالثة كنا قد بدأنا المرة الماضية بدراسة Flow over Cylinder وقلنا إيش؟ إننا نبغو نحسب CD and CL خلال هذا الشكتر وبدأنا بدرست هذا الفينمونة إيش يحدث هنا وإيش مجموعة النقاط اللي قلنا رح ندصهم في المحاضرة هذه والمحاضرة القبل زي نقطة Stagnation Point, Boundary Layer and Separation Point كنا قد تعرضنا المرة الماضية أنه Number of Reynolds رح يأثر لي بصيفة كبيرة على إيش؟ على Separation Point ويأثر لي أيضا على Wakes and Vortices بداية نبدأ بتعريف Stagnation Point Stagnation Point يعني إيش؟ هي نقطة الركود أو الجمود يعني إيش؟ يعني أنه هنا المائع لما يصطدم بسيلاندر تصبح سرعة كم؟ سفر فهنا بما أنه سرعة سفر رح يصير ضغطه أقصى شيء ممكن يعني Maximum Pressure وهذا بالطبع راجع إلى إيش؟ راجع إلى تعريف Stream Line اللي تقول لي إيش؟ تقول لي أنه Pressure plus Rho V تربية على 2 plus Rho Z is equal constant بما أنه هنا Z تقريبا ثابتة لما يكون ال V هذا Minimum يعني يساوي سفر أو Rho V تربية على 2 يساوي سفر فهذا يعني أنه Pressure هنا رح تكون Maximum ولهذا السبب قلنا أنه Stagnation Point هو Maximum Pressure اللاحظ هنا بداية أنه المائع تصبح سرعته سفر ثم تتكون إيش؟ تتكون الباوندري لير وهذا زي ما شفناها إيش في الشابتر الماضي وتكون عندي Laminar Boundary Layer بما أنه سرعة المائع لسه ضعيفة بعض الشيء عند زاوية معينة يقع لي إيش؟ يقع لي Phenomena of Separation Point يعني إيش؟ يعني كان عندي Laminar Boundary Layer يصبح عندي إيش؟ Turbulent Boundary Layer أو يصبح المائع عندي هنا Turbulent وهذا راجع بالأساس إيش إلى Gradient of Pressure نرجع هنا للتفسير قلنا أنه هنا في النقطة هذه Pressure عندي إيش؟ نقطة هذه Pressure عندي Maximum طبيعي جدا بما أنه Pressure Maximum رح ينقص رويدا رويدا تمام؟ فهنا رح يكون عندي Derivation of Pressure عندي إيكس إيش؟ Derivation of Pressure عندي إيكس تصبح موجب يعني إيش؟ يعني أنه النقطة هنا ل Pressure حقتنا تصبح لو قررناها بالنقطة اللي بعد تصبح لي إيش؟ تصبح لي أقل وهذا إيش يحدث؟ يحدث أنه الضغط يولد لي طيار عكسي إلى الخلف فهنا عندي إيش؟ كان عندي Favorable Gradient Pressure فأصبح عندي Adverse Pressure Gradient يسوي لي إيش هذا؟ يسوي لي Reversible أو Flow Reversible and Wake وهذا ينتج عليه إيش؟ ينتج عليه مكان اسمه أو فنومنا اسمه Vertices أو الدوامات وأيضا مكان يعتبر كأنه فراغ اللي هو Wake فهنا نقدر نقسم إذن الفنومنا اللي عندي إلى أكثر من جزء الجزء الأول اللي يكون فيه Favorable Gradient Pressure يعني Pressure هنا Maximum ثم تنقص رويدا رويدا فهنا السرعة تبدأ من السفر ثم تزيد في نقطة معينة اللي هي نقطة Separation Point يحدث إيش؟ يحدث أن الضغط فجأة يوصل إلى نقطة هذه ما بين النقطة هذه والنقطة هذه الضغط يصبح في المكان هذا أقل من المكان هذا فهذا يسوي لي Adverse Pressure Gradient يترك الماء أو يسبب أن الماء يرجع للخلف وهذا يحدث عليه الدوامات في الجزء هذا and Wake بالطبع هنا السرعة زي ما قلنا هنا تبدأ من سفر ثم تصبح Maximum ثم تصبح تنقص من جديد إلى نسبة معينة هنا يكون خلصت المحاضرة هذه أو الترح السؤال قبل إنهاء المحاضرة هل إنه Adverse Pressure Gradient يقع مع بداية Stagnation Point أو مع بداية Separation Point السلام عليكم ورحمة الله